كشف ولي ولاية بيجاية أن الوضعية الوبائية جد مقلقة بولاية بيجاية بعد تسجيل حالات إصابة بالكوفيد وسط نساء حوامل ومولودين جدد على مستوى مصلحة الأمومة والطفولة ترقى بعاصمة الولاية كما سجلت حالات إصابة لفئة عمرية شبانية موضحا أن الوضعية الوبائية الحالية قد تتسبب في العجز في توفير الأكسجين عبر المستشفيات مضيفا إلى إمكانية فتح مصالح أخرى نتبع في ميكروفون عباح سايش سنحب أن نحب أن يتم منذ ط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر